السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى كيف نستعمل Cout لتباعة معلومات في الأوتبوت في الشرس السوداء عندما نريد أن نستعمل Cout نكتب كلمة Cout وبعدها هذه العلامات إذن هنا examples لتباعة أعداد Cout هذه العلامة ثم القيمة التي نريد أن نتباعة نهاية هذه الانستركشنز دائما فاصل منقوطة Float Pi يساوي 3.14 Cout المتغير Pi الكمبيوتر حياتبع في الشرس السوداء القيمة 3.14 لو أردنا أن نطبع حروف Cout الحرف C دائما نضع C بين علامات التنصيص عشان نقول أن هذا حرف Char Z متغير Z يساوي الحرف A Cout Z الكمبيوتر حياتبع القيمة A لو نريد أن نطبع كلمة Cout ثم الكلمة بين علامات التنصيص Double Quotation بإمكاننا نسوي concatenation يعني نطبع العديد من القيم متتالية الوحدة والأخرى Cout العبارة He is نضيف هذه العلامات القيمة عشرة نضيف العلامات الجملة Years Old تلاحظون أني أضفت في نهاية هذه الجملة End Of Line End DL يمكن من العودة إلى سطر جديد إنهاء السطر والعودة إلى سطر جديد الآن سنطبق ما رأيناه في Cout قمت بإنشاء بروجيكت جديد سميته شابتر 3 سأكتب برنامج يبدأ بإستدعاء الليبراري iostream التي تحتوي على Cout iostream ثم Using Namespace std لأن Cout له Namespace std ثم سأقوم بكتابة المين function int main الدالة الرئيسية سأقوم في البداية بتعريف متغير int A يساوي 10 int B يساوي 20 سأجمع قيمة A و قيمة B Cout لا سأكتب int C يساوي A plus B أجمع A و B وأخزنها داخل C وأطبع قيمة C المفروض الكمبيوتر سيطبع كم؟ 30 build ثم run الoutput يحتوي على 30 الآن سأطبع قيمة A ثم قيمة B ثم قيمة C Cout A Cout B build run كل القيم وقع اعتباعتها بطريقة متتالية 10 قيمة A 20 قيمة B و 30 قيمة C أريد أن أطبع كل القيمة في سطر 1 إذن سأضيف end of line هنا أيضا end of line الكمبيوتر سيعود للسطر بعد تباعة القيمة build run قيمة 10 ثم قيمة 20 ثم قيمة 30 بإمكاني أن أكتب كل هذا في سطر 1 إذن سأقوم Cout A end of line وضيف B وضيف سطر جديد وضيف C أحذف هذه الأسطر إذن Cout وحدة وسأطبع كل القيم متتالية الوحدة والأخرى 10 20 30 بإمكاني أيضا أن أكتب عبارة أخرى Cout الجملة A equal concatenation أضيف قيمة A Cout B equal قيمة B Cout 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 A multiplied by B يساوي يساوي وسأضيف الجملة A multiplied by B سطر جديد هنا نسيت ما وضعت سطر جديد وإلا كل القيمة ستكون في نفس السطر متتالية بإمكانكم أن تفعل عديد من التست تحذفون الـ End of line تضيفون الـ End of line تضيفون الـ End of line الكمبيوتر هنا يقول لي أن فيه warning Unused variable C يقول أنني عرفت متغير C لكن لم أستحمله هنا الـ warning ليس خطأ لكن الكمبيوتر يحذر يمكن أن يكون خطأ سوي build A يساوي عشرة B يساوي عشرين A multiplied by B يساوي مائتين بإمكانكم أن تطبقوا كل ما رأيناه وبإمكانكم أن تغيروا القيم سووا execute للبرنامج وسترون النتيجة كيف ستختلف